في يوم من الأيام قررت المعلمة سميرة أن تأخذ مجموعة من الطالبات في مدرستها إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي أرادت المعلمة أن تتعرف الطالبات على أنواع العمل التطوعي وفوائده وأهم الشخصيات التي عرفت بالأعمار الخيرية والتطوعية في دولة الكويت في الصباح الباكر انطلقت المعلمة والطالبات إلى جمعية الهلال الأحمر عند وصولهم رحبت بهم موظفة في الجمعية واستحبتهم إلى غرفة الاجتماعات بدأ الاجتماع بتعريف عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أوضحت موظفة الجمعية أن جمعية الهلال الأحمر هي منظمة إنسانية غير حكومية تأسست عام 1952 تهدف الجمعية إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع الكويتي بعد ذلك تحدثت المعلمة سميرة عن أنواع العمل التطوعي قالت إن العمل التطوعي هو تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عموماً ولأفراده خصوصاً دون مقابل مادي وأضافت المعلمة أن العمل التطوعي له العديد من الفوائد منها مساعدة الآخرين ونشر الخير في المجتمع تنمية المهارات الاجتماعية لدى المتطوعين وتعزيز الثقة بالنفس لديهم اكتساب تجارب جديدة وتعلم مهارات جديدة التعرف على ثقافات ومجتمعات جديدة ثم عرفت المعلمة الطالبات على بعض الشخصيات التي عرفت بالأعمال الخيرية والتطوعية في دولة الكويت ومن أهم هذه الشخصيات عبد الرحمن الصميط الطبيب الكويتي الذي كرس حياته للعمل الخيري في أفريقيا وأسس العديد من الجمعيات الخيرية التي قدمت المساعدات الإنسانية لملايين من الناس في أفريقيا الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت السابق الذي كان معروفا بحبه للخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين عبد الله المطوع وكان المطوع من أبرز الشخصيات التي تقوم بالعمل الخيري والتطوعي حيث كان ينفق معظم ما يمتلكه من أموال على البر والخير حيث كان يعرف المحتاجون ويسعى جاهدا من أجل تلبية حاجاتهم كما كان يقوم بعدد كبير من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الخير والصلاح في المجتمع في نهاية الاجتماع قام المتطوعون في جمعية الهلال الأحمر باستحاب الطالبات في جولة في الجمعية شاهدت الطالبات غرف الإسعافات الأولية وغرف الطوارئ وغرف الدم وغرف الأطفال الأيتام كما شاهدت الطالبات كيف يقوم المتطوعون بمساعدة المحتاجين شعرت الطالبات بالسعادة والرضى بعد زيارة جمعية الهلال الأحمر لقد تعلمنا الكثير عن العمل التطوعي وفوائده وأهم الشخصيات التي عرفت بالأعمال الخيرية والتطوعية في دولة الكويت قررت الطالبات أن يصبحنا متطوعات في المستقبل وأن يساعدنا الآخرين وفي النهاية نصيحة للأطفال عن العمل التطوعي التطوع هو عمل نبيل يساعدنا على مساعدة الآخرين ونشر الخير في المجتمع قال الله تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فصلت ثلاثة وثلاثين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صحيح الجامع إذا كنت طفلاً فيمكنك التطوع في أي شيء يناسبك مثل مساعدة المسنين أو تعليم الأطفال الصغار أو تنظيف البيئة أو التبرع بالدم التطوع سيجعلك تشعر بالسعادة والرضا وسيساعدك على أن تصبح شخصاً أفضل ترجمة نانسي قنقر